هو لم يرضى السودان بهذا الوضع وإنما كان هناك مفاوضات يمكن استمرت يمكن فترة طويلة جدا في إطار التوصل للطرفين لحل مرضي حل يعني يرضي كل الأطراف يرضي مصر يرضي إثيوبيا ويرضي السودان كذلك السودان هو يلعب دور يعني في بعض الوقات يلعب دور الوسيط ولكن هو يعني شريك أصيل في هذا الأمر يعني في قضية موضوع صد النهضة وموضوع ميهنية الأزرق خاصة أن السودان دولة تعتبر دولة ممر مصاب دولة يعني ففي كل الأحوال السودان حاول أن يقرب وجهات النظر بين الأطراف وأن يكون كل الحقوق محفوظة للسودان ومصر وإثيوبيا خاصة أنه يعني الأمر هو تلك حتى تراكمة المشكلة نفسها حتى أصبحت يعني منذ بداية البدء حتى في فكرة السد إلى أن جاءت مرحلة التنفيذ ويمكن كل الأطراف ما كانت عمل مع الأمر بجدية بصورة صراحة أن يمكن أن أثيوبيا كانت مستمرة في بناء السد إلى أن وصلت مرحلة الآن ملأ البحيرة وملأ السد ودية مرحلة مناسبة كان فيها كثير من التأخير في وصول الحلول خاصة أن أثيوبيا كانت مستمرة في البناء والجانب المصري يمكن كان يحذر وكان يتحدث ولكن يمكن المفاوضات لحد كبير جدا لم يتم رعاية عبر منظومة دولية وغير حتى جاءت الولايات الممتحدة الأمريكية عبر البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية وحاولت تغريب وجهات النظر ولكن يمكن الأطراف وممكن تيوبيا كانت هي يفتكر أن المفاوضات ليست في صالحة ويمكن غرارات التي تخصصت الولايات الممتحدة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية لم تكن في صالحة ولكن السودان لم يسكت هذه الفترة وبل بالعكس السودان كان الصوت الأعلى في تغريب وجهات النظر بين الدول وكان الصوت الأعلى في وصول إلى خاصة مزلة مرحل ملأة البحيرة التي كانت من سبعة إلى ثلاثة سنوات والوصول إلى حل وخاصة أنه جاءت الفترة حتى فترة الكرونة أجلت المزلة أو عطلتها شوية ولكن يمكن السودان بدأ يلعب دور كبير جدا صراحة حتى أتهم بأنه هو وسيط وهذا الحديث طبعا غير سليم السودان الآن يمكن هذا الانسحاب جاء من خلال أو الاحتجاج على هذا الأمر لأن خاصة المفاوضات ظلت هي تراوح مكانها وظلت هي نفس الحديث القديم